شهدت الدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة افتتاح معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي رافقها خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمركز الفنون وذلك في مجمع الفنون بقصر عائشة فهمي بالزمالك وللمزيد في سياق هذا التقرير استحضارا لروح فنون القرن العشرين افتتحت الدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي وذلك في مجمع الفنون المعروف بقصر عائشة فهمي بالزمالك وزارة الثقافة أعدت أجندة قوية جدا ونهاردة احنا بنحتفل بجزء منها من خلال طبعا هذا المعرض العظيم الرائع بالفنانين العظماء اللي تعايشوا في هذه الفترة وطبعا هي كلها أسماء يعني الحقيقة نفخر بيها كلنا كمصريين والنهاردة المعرض خاص بهذه الحقبة اللي هي من عشرين لتسعة وعشرين المعرض الذي يستمر حتى الأول من أغسطس القادم يأتي ضمن احتفاء وزارة الثقافة بحقبة عشرينيات القرن الماضي بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والثرية تضم نماذج من مختلف ألوان الإبداع التي تم انتاجها خلال تلك الفترة بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة شفت اليوم مجموعة من أعمال الفنان العظيم محمود مختار اللي هو دائما أنا كل زياراتي إلى مصر لازم أزور متحب محمود مختار هذا أول شيء أعمله بالجدول عندي اليوم شفت أعمال جديدة وغريبة وأيضا شفت مجموعة من لوحات الفنان الكبير محمود سعيد ومجموعة الرواد كلهم المكان مذهل وطريقة العرض كانت بأروع أيضا يضم المعرض قرابة التسعين عملا فنيا لعشرين فنانا ممن شكلت أعمالهم ملامح تلك الفترة المهمة من مسيرة الفن المصري ومن أبرزهم الفنان محمود مختار محمود مختار فنان مصري وكان أول رائد فن النحط المصري دخل مدرسة الفنان الجميلة 1907 ورغم أن محمود مختار كان الأسادة اللي بيدرسوا الأوائل كانوا من فرنسا ومن إيطاليا الاسطاف اللي كان بيدرس وبعد كده محمود مختار طلع بيعسة لفرنسا إنما بنلاحظ في شغله مصرية شديدة ونعتبره جسر تواصل بين فن النحط المصري الأديم والنحط المصري الأديم والنحط النحط المصري المعاصر المعرض يقدم نماذج مختارة من الإنتاجات الفنية التي شهدتها تلك المرحلة الاستثنائية بكل المقاييس باعتبارها مرحلة التكوين الفعلي في بناء الفن المصري الحديث والقاعدة التي ارتكزت عليها الأجيال المتعاقبة وتحمل في ذاكرتها رموز تلك الفترة التأسيسية أحمد الحسيني التلفزيون المصرية